موسكو والغرب الأطلسي كل يبغي الغلبة بأي ثمن وبتلك المواجهة قد يتحدد مصير العالم المضطرب وإليها قد تنضم بكين لاحقا فقد دعا الرئيس الصيني جيشه إلى الاستعداد للقتال في العقيدة القتالية الصينية تقع جزيرة تايوان في قلب النزاع فوحدة الصين لا تقبل التجزئة لا بجغرافية المضائق ولا بالحقب التاريخية والجزيرة المدعومة أمريكيا عائدة لا محالة يؤكد الصينيون في خطاباتهم مرارا وبغير التلك إن تقولها الصين إنها لن تتسامح مع الدول الغربية إن تجاوزت الخطوط الحمر بشأن تايوان فالغرب يتعامل مع الجزيرة الحاكمة نفسها كما لو أنها لم تكن يوما قطعة من الصين وكأن الأخيرة عنها قد تخلت وللروس أوكرانيا المحاذية لا تبديل في الاستراتيجية ولا تراجع إنما تعبئة عامة ولو جزئيا يعلنها رئيسهم بوتين لتسريع أي استجابة لحاجة عسكرية ولا تستبعد موسكو استخدام السلاح النووي في عقيدتها الدفاعية فأي عالم سيتمخض عن التغيرات المتسارعة تدفع الأطراف شيئا فشيئا باتجاه مواجهة مباشرة أطلسية الروسية لعل الجانبين يقفان على مقربة منها اليوم أو قد ينزلقان إليها في لحظة فارقة بغير قصد أو حساب فيصبح العالم على كف حرب ثالثة نووية وقد تستمر الحال هكذا بغير صدام عنيف مباشر ويكون الرهان المتبادل على استنزاف عسكري واقتصادي بينما تفعل الحرب النفسية والدعائية فعلتها فيضعف أحد الطرفين ويستكين وتكون الغلبة لمنطق المنتصر ذاك ما بات في حكم المتوقع أن ينجر العالم إلى مخاض من التغيرات الجوهرية لكنه قد باغت المراقبين ربما سريعا وقد بات السؤال هل سيذعن الغرب أم سيكابر المؤكد ربما هو استمرار حالة الإضطراب حيث لا نظام دوليا متزنا في ظل خلافات جوهرية بين الكبار